أهلا بحضراتكم الحقيقة في الفقرة اللي حنتكلم فيها دلوقتي محتاجة نضع كده نقاط ومحاور وحضراتكم أيضا يعني تعرفوا إيه اللي بيحصل يعني لأنه كل يوم فيه مستجدات بتيجي منين سواء طبعا إحنا متابعين ما يحدث في قطاع غزة ولكن هتلاقي كمان الإعلام سواء الغربي أو إسرائيلي طول الوقت كده ينزلك محاور تعرف هو بيفكر فيه القضية الفلسطينية الحقيقة بالنسبة لمصر هي مش مجرد قضية أو حدث هو مشوار عمر كانت موجودة فيه مصر على مدى يعني عمر القضية الفلسطينية وكان الحقيقة يعني طول الوقت مصر متابعة هذه القضية بكل أبعدها يعني والدعم موجود طول الوقت من الجانب المصري والقضية الفلسطينية من أهم القضايا اللي موجودة على المائدة المصرية نفسها على مدى سنين الحقيقة في المتابعة مع القضية الفلسطينية حتى وإن تغيرت يعني تغيرت فترات الحكم في مصر أو تغيرت الأنظمة لكن فضلة القضية الفلسطينية هي مهمة وموجودة ومتابعة طول الوقت بكل الملفات بتاعة القضية الفلسطينية وبكل المؤتمرات وبكل يعني ما حدث طوال المشوار مع القضية الفلسطينية خليني مزيد من التفاصيل حنروح فيها مع الكاتب الصحفي إيهاب عمر والكاتب الصحفي في الأهرام ونتكلم كمان أكتر هنا على الدعم اللي قدمته مصر طول فترة القضية الفلسطينية مساء الخير منوارني حضرتك شكرا أنا عايزة أبدأ كده يعني خلينا نحط نقاط يعني سريعة كده نتكلم فيها عن مصر والقضية الفلسطينية يعني لو تلخص لي في نقاط كده مصر والقضية الفلسطينية أهل من 24 ساعة وزيري الخارجية الروسي سيرجي لفروف قال إن مصر أصبحت لعب دولي لها دور عالمي وليست مجرد دور إقليمي في الشرق الأوسط والقرر الأفريقية ولكن على مستوى العالم يعني سيرجي لفروف اللي يعتبر أهم دبلوماسي روسي من 40 سنة بيلخص مقام به السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي من إعادة ابتكار شخصية مصر الدولية وترصيخ فكرة أن مصر قطب دولي في حد ذاته ولا تنتمي إلى أي قطبية أو تعددية يعني لن نحسب مصر لا على أمريكا ولا على روسيا ولا شرق ولا غرب بل إحنا قطب وسط عالم متعدد الأقطاب رئيس عبدالفتاح السيسي لما يعني الزعيم الوحيد اللي بيزور أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا يستقبل على نفس المستوى من الترحاب ده نتيجة أننا الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بشبكة من المصالح المشتركة اللغة العصر وحاليا بقى بنبدأ نستثمر عشر سنوات من البناء والتعمير في السياسة الخارجية والداخلية في القضية الفلسطينية طيب خليني أتكلم على أشكال الدبلوماسية اللي قامت بيها مصر خاصة في الاجتياح والحرب على غزة يمكن أهم عاجة كانت كمة مصر للسلام اللي عقدت في القاهرة هناخد بالنا أننا كان موسم حصاد السياسة الخارجية بمعنى إيه؟ بمعنى أننا عملنا ملف شرق المتوسط مع اليونان وكبرس قادة الدولتين حضروا عملنا منظمة غازة المتوسط تضم إيطاليا وتضم فرنسا برضو حضر تقسي وزراء إيطاليا بنتكلم مع أوروبا الوسطى ومع غرب البلقان ومع شمال الكوكاز وكان لهم ممثلين فهنا في هذا الوقت بنستثمر كل أدوات مصر في السياسة الخارجية في القضية الفلسطينية حضرتك هنا تقسط بأنه كل ما مصر كانت تقدمه حتى في موضوعاتها التنموية ومشروعاتها وسياساتها الخارجية أيضا استثمرتها فهذه الدول جاءت ثقة بقوة مصر لأن أنت إما كنتش مهم في ملفات تتعلق بالطاقة بالتعاون المشترك يبقى أي دعوة لمؤتمر أو لحالة دولتين لن يكون لها معنى ولكن أن أنت تبقى اليوم باعتراف من روسيا أنك لاعب دولي ده أمر لم يحدث منذ تجربة محمد علي في القرن التسعة عشر طيب خليني أقول أنه الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية بالنسبة للمصر الحقيقة ملف أجيال يعني ملف أجيال طويل ومصر الحقيقة استلمت هذا الملف وإن تغيرت الحكومات وتغيرت الأنظمة ولكن بقي الملف يعني يلقى نفس الاهتمام العضاية الفلسطينية بدأت وإلى العجب ممكن من القرن العاشر وكانت فكرة أن الغرب بدأ يفكر هو صراعة دولة بين الشرق والغرب موجود ما قبل الأديان وما قبل الدول الحديثة الموجودة دلوقتي ولكن كان دايما من يقف في وجه الغرب دائما هو مصر مصر بمساحتها أو امتدادها جغرافي للشام والأنادول ففي القرن العاشر بدأ المفكرين في الغرب فكرة أنه لازم نعمل عازل بين مصر وامتدادها في الشام والأنادول فكروا الأول في الحروب الصليبية وفشلت وبالتالي كانت الورقة الجديدة استبدالت الورقة الصليبية بالورقة اليهودية والحركة الصيونية فالقضية الفلسطينية ليست قضية هامشية ده مصر هي المعنية بهذه القضية مصر هي المستهدفة بهذه القضية قالك طالما مش عارفين نسيطر على مصر يبقى نصنع دائما بقرة بجانب مصر تصدر المشاكل هنا تصد إيه يعني إيه البقرة اللي هي ممكن تنكد على مصر أو تجر مصر لشيء احنا من ساعة أدية فلسطينية محمى يعني هنقول من ساعة تأسي إسرائيل سنة 48 وانت كل مشاكلك جاي من الناحية دي صحيح كل العطلة جاي من الناحية دي كل الحروبك كل حروبك وتقطك الاقتصادية فحرب علشان تسترد أرضك يعني احنا على بالما فوقنا من 73 وقفنا علشان نعجل بلدنا حد 89 كنا نتكلم في طابة يعني وردو أنا 73 لم تنتهي إلا 89 صح بتطلع بتطلع انت من 89 بتشم نفسك الحرب البردة انتهت وحد صفية تنتهى وأصبح فيه قطب واحد وبدأت تتكلم في أصله وما بعد أصله ثم بدخلت الانتفاضة التانية وهكذا فأنت الاستنزاف هو أن لم يكن قادرين على مصر فأنهم يحاولوا تطوكها بحزم الأزمات إن كلنا نتحدث عن أراضي فلسطينية ومش الموضوعنا النهاردة لكن ليبيا والسودان ده استراتيجية استراتيجية الغرب من يعني ألف سنة هو إرهاق مصر في محيطها الأقليمي وبالتالي الرئيس عبدالفتاح السيسي لما طور إمكانيات مصر إن كلنا نتحدث عن برنامج تسليح فائق منذ 2014 أو دبلوماسية جديدة تماماً عن الدبلوماسية القديمة كان حرب استباقية أو سياسة استباقية إن أنا هروح أحل هذه المشاكل ولن أنتظر إن هذه المشاكل تتصدر أو تصدر لي فوضى في الداخل طيب خلينا في هذه النقطة وهي فكرة جر مصر إحنا متابعين يعني الصحافة الإسرائيلية بقالها كذا يوم بعنوانها الرئيسية كلها جر شكل لمصر إما بتتكلم عن قوة الجيش إما بتتكلم عن إنه مصر مش يعني إيه خرقة الاتفاقية بتاعتها تكلمني عن هذه العنوان وفيه اتهام لمصر طبعا ده على لسان الصحافة الإسرائيلية إن إحنا اللي بنمول حماس وإن إحنا اللي بنساعد حماس وإن تهريب السلاح جاي من ناحينا من ناحيتهم ده غير صحيح وإسرائيل تدرك جيدا النفاق يعني أو السلاح اللي حمسوي مصدره مين وطبعا بنتكلموا بفكرة إن إحنا خدانا نبنغير اتفاقية السلام إن إحنا خدانا على مدار 50 سنة لم يكن هذا سلام ولكن كان استسلام وخسرنا الأرض وماذا كسبنا أمام موضوع الصفارة في القاهرة فبالتالي إسرائيل دولتي في حالة من الرعب كمان من برنامج التسليح المصري اللي بدأ من 2014 عايزين نتكلم في فكرة بنك أهداف الأزمة الحالية لأن ده يوضح لنا إلى أي مدى هما مستهدفين من مصر هما في واقع الأمر فيه قرار دولي بتصفية القضايا الفلسطينية وتهجير سكانها طبعا نحن أكيد الكلام ده بقى معروف للعامة دلوقتي لتهجير السكان إلى سيناء فرقم واحد تصفية القضايا الفلسطينية رقم اثنين تصفية التجربة المصريية في سيناء لأن هذه التجربة اللي قام بها رئيسة عبدالفتاح السيسي هي اللي خلت أي مشروع بديل لقناة السويس غير قبل التنفيذ بنتكلم على محور قناة السويس على منطقة الاقتصادية ومنطقة الصناعية على خط كطارات من طابة إلى العريش على تطوير ميناء العريش ومطار العريش وبالتالي الغرب عايز يرجع مصر عشر سنين للوراء عشان المشاريع دي لأنهم عندهم المشروع اللي عايزين يشتغلوا عليه ممار بايدن ما هو ده بقى النقطة إن احنا في الأساس يا جماعة شايفين حرب ما بين طريق الحرير الصيني والممار الهند الأمريكي صحيح خروج سيناء عند يد الدولة المصرية أو ذهبها إلى الفوضى معناها إن طريق الحرير الصيني سوف يعرقل لأنه بيمر فيه قناة السويس المصرية طبعاً إسرائيل أيضاً تضع أمام عينيها قبر الغاز أو اكشافات الغاز اللي لسه قادمة قدام سواحي الغزة وأخيراً عدد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة وعرب 48 لو جمعناهم على بعض يبقوا أكتر من عدد سكان إسرائيل اليهود وبالتالي فيه محاولة دلوقتي لعادة التوازن السكاني أو الديموغرافي لازم بحسب العقلية السويونية والغربية أن اليهود يفضلوا دايماً هما الأكثرية في الأراضي المحتملة ما يكونواش هما الأقلية بالزبط طيب ده هاي خليني برضو هنا وإحنا بنتكلم إذن خلينا نتفق بأنه ما نرى من الصحافة أو الفكر الإسرائيلي اللي موجود هي فكرة أنه مصر قوية مصر بقندها مشروعاتها مصر جيشها قوي مصر بتنوع في الأسلحة ودي بالنسبة لهم برضو شيء يعني إيه مش مرتحين لي أنت عندك يعني تنوع كبير في أسلحتك فأعتقد أن ده برضو عملهم نوع من أنواع الألأ إحنا قبل صورة 30-6 كان مصدرنا في التسليح من أمريكا 80% من السلاح المصري ده رئيسة رد الفتاح سيسي نزله 20% وحصل تنوع في السلاح مع كل أسواق كل أسواق السلاح الموجودة في العالم والتنوع ده يعني هو اللي بخلينا النهاردة قادرين نقف على رجلنا ونتكلم بهذا الشكل لأن إحنا السلاح ده سلاح ردع المعركة مش سلاحه بس فيه معركة السلاح ومعركة السياسة لما يكون عندك هذا السلاح أنت قادر تخد معركة السياسة دون الحاجة لمعركة السلاح طب دي نقطة حلوة جدا عجبتني يعني مصر عندها يعني معركة السياسة اللي بدأتها مصر في الأيام الأولى لهذا الإجتياح وهي قمة السلام يعني مصر كانت مصرة أنها العالم يجلس على المائدة المصرية اللي كان نتفاوض سياسيا وفرض شروطنا فتح معبر غزة وفرض شروطنا وإن إحنا نتكلم وكانت حياة معركة سياسية معركة المعبر غزة حتى استضافة الوزير الخارجية الأمريكي وبدير المخابرات والكلام اللي تقال لهم صحيح ده موقف تاريخي مهم جدا وترجم إلى العالم أجمع هل موقف مصر سبات مصر قوة مصر كلمات سيد الرئيس طول الوقت يعني كل كلمة كان السيد الرئيس بيلقيها سواء محليا أو حتى في القمة من المختلفة قمة اللي كانت موجودة في الرياض سيد الرئيس الحقيقة كان عنده ست محاور مهمة جدا وأيضا في قمة السلام هل ده جعل من مصر كلمة ثابتة قوية عرفة هي بتعمل إيه وبتقول إيه مصر هي عملت حاجة مهمة جدا في هذه الأزمة برضو فكرة الضربة الاستباقية يعني يوم 7 أو 8 أكتور بالكتير احنا اللي تكلمنا ان فيه مخطط للتهجير المراضي صحيح بقى حطنا أوروبا وأمريكا وإسرائيل في موقف دفاعي هم اللي بقوا بينفوا صح ده هم غيروا الحديث في ساعات بالزبط احنا فمن يوم 7 أكتوبر بعد ما بدأت حماس في الهجمة تم إخراج صورة للساد الرئيس في وزارة الدفاع في العاصمة الإدارية الجديدة في المقر الكبتاجون احنا هنا بنتكلم في أن أنا فاهم أنا إن أنا المستهدف أنا عارف أنتو هتعملوا إيه فدي بتبقى رسال مهمة جدا صحيح الرسال بالصور وبالسياسة بدي بيتوفر عليك استخدام السلاح في بعض الأحيان فبالتالي أنت عندك حرب استباقية احنا قمنا بها في عالم السياسة طلعنا الفكرة عن مصرح وبدأنا بقى نبدأ نجمع رفض دولة لها السؤال ما عادش أنت رأيك إيه في القضية الفلسطينية ولكن أنت موافق على التهجير أنت موافق على التوطين صح وكانت النتيجة كان مصر محددة طول الوقت يعني عن درع نقاط محددة صراحة مصر من سنة 48 وإحنا رفضين هذا المخطط لأنه كان موجود من منذ الخمسينات من سنة 53 جون فوستر دالس وزير الخارجية الأمريكية وكانت فكرة أمريكية ولا سنة إسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء والرئيس مبارك رفضها ثلاث مرات والرئيس سيسي رفضها على مدار عشر سنين بتتفتح معنا يمكن مر سنوين على الأقل وريس سادات كانزاكي لما عرضوا عليه الكلام ده في كامب ديفيد قال لهم أخذ صحراء النجبة طب اللي هو يمنع إسرائيل من الإطلالة على بحر الأحمر هو عارف أنهما هيرفضوا طبعا بس هو يعني كان يحولها لدولة حبيثة في مقابل لو عايزين حاجة زي كده فأنا لكن طبعا هم كانت راجل دهية يعني بيتكلم دايما يديك الإجابة اللي تخليك تقول أنت لا هل هي فكرة كمان تنمين سيناء اللي مصر نجحت فيها والقضاء على الإرهاب يعني أنا فكرة كويس أوي وقت القضاء على الإرهاب لم يكن العالم الغربي ولا الأمريكي يسمع لموضوع الإرهاب يعني كانت الكلمات المصرية دائما كانوا يقولوا المعارضين يعني وكأنه يعني هما في دنيا تاني فهل هي فكرة أن مصر بقت عارفة بتعمل إيه بتشتغل بشكل اقتصادي كبير جدا بمشروعات ضخمة موجودة في سيناء برضو ده خلى الموقف بالنسبة للعالم يبقى فيه أطماع يعني زي مصر قوية بالشكل الجيوسياسي كمان هم عادة على مدار التاريخ الغرب كل ما يجد مصر طورت من نفسها يحاول أن يضرب ضرب ضربة لهذه التجربة المصرية ده يعني ده أساس الصراع العربي الصراع المصري الغربي الصراع بين الغرب والشرق فبالتالي كانت دايما في محاولة لتفكيك هذه التجربة احنا النهاردة الرئيسي سيقوم بصورة للبناء والتعمير والتشغيل والتطوير احنا كنا نأمل في تعمير سيناء لكن النهاردة سيناء أصبحت منصة صناعية وقريبا زراعية أيضا وبالتالي ده حاجة ده بصراحة أنا أتكلم عن نفسي ده كان فوق خيالي أنا كنت أتمنى بس أن أعمارها للناس اللي هناك لكي تبقى منطمناتك صناعية وتجارية وزراعية في قلب سيناء فطبعا ده كان خط أحمر مرسوم لمصر من سنين تاخد سيناء بس خليها سحرة خليها كده لأنهم كانوا كده ولكن كده لازم كانوا هيحاولوا ياخدوها تاني ده يا جماعة الموضوع ده هدف عندهم لأن سيناء لما تخرج من مصر مصر تفقد جزء مهم جدا من إطلالها على البحرين وعلى قناة السويس بالتبعية تغلق فبالتالي هنا خلينا نقول أنه سيناء بقت مطمع للمصالح والتحالفات للمصالح المشتركة والشبكات المشتركة يعني خلينا العالم كله الآن يتحدث اللي هي فكرة ما بعد غزة بدي أفضل إيه اللي حيحصل يعني وبدأ يبقى فيه سيناريوهات يعني سيناريو منها أنه ممكن يبقى فيه إدارة لقطاع غزة من قبل مصر ومصر رفضت أو أنه يكون فيه يعني قوة دولية تبقى موجودة في غزة هذه السيناريوهات مصر كيف تنظر إليها وتستعد إزاي إحنا عندنا لقات لكل هذه السيناريوهات لا قوات دولية تيجي غزة ولا قوات من حلف النيتو إحنا جربنا حلف النيتو في ليبيا قالك هيحمل مدنيين واشترك في الحاملة وأسقط أصلا النظام هناك فلا قوات دولية ولا حلف النيتو ولا أقدر أجنبية ولا أقدر دولية فلسطينيين قادرين على إدارة أراضيهم وعلى دولتهم وعلى قطاع غزة وأيضا رفض برضو فكرة إن إحنا ناخد إدارة قطاع غزة تدير قطاع غزة مرفوض دول عربية تدير قطاع غزة مرفوض لأن كل ده مقدمة للعبة جديدة صحيح لما تقراش الخبر ونقطة والساطر لا فيه علعاب جاية جديدة في هذا الملف فبالتالي الغرض دايما هو إن غزة لأهلها وفلسطين لأهلها الحرب إلى الآن ولا للأسف لم تبدأ بعد قالنا ست أسابيع ولكن الحرب الحقيقة تبقى في جنوب غزة دوقتي الجيش الإسرائيلي موجود في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة صح عندما يتجل إلى الجنوب في محافظة دير البلح مش يعني لسه إيه الأم ما فيش فيها اشتباكات لك المحافظة خان يونس إمبارح بدأ التوران الإسرائيلي يسكت وإحنا بنتكلم في قنابل مضيئة ودائما القنابل المضيئة دي بتبقى موجودة عشان بتحدد الأماكن اللي بيتم عليها الرشق بالسواريخ أو القصف محافظة خان يونس إمبارح بدأت إسرائيل تسكت منشورات بأنهم يتوجهوا إلى آخر محافظة في الجنوب اللي هي محافظة رفح الفلسطينية فالمعركة الحقيقية هتبدأ إذا ما وصلت القوات الاحتلال إلى محافظة خان يونس ويبقى قدامها محافظة رفح الفلسطينية أتعشب أن المقاومة الفلسطينية لا تصمد والجيش الإسرائيلي لا يصل إلى هذا الحد لأنه من غير ما أتكلم بلسن لكن في النهاية وصول الأمر لهذه المنطقة سيبقى في رد فعل مصري مختلف تماما عن أي شيء السيد الرئيس في النقاط اللي اتحدث فيها في قمة الرياضة العربية الإسلامية كان عنده جملة كده وقال أنه كمان رغم هذه الإبادة وما يحدث إن لم تتوقف هذا القصف والإبادة يعني بما معناه إنه كمان ضبط النفس حيبقى صعب وليحدود ورئيس قال إنه الأمور قابلة للتغيير وهي كلمة قوية من رجل عسكري رئيس كبير لدولة كبيرة ورجل خدم في القوات المسلحة حتى روت بن بمشير يعني برضو السيد الرئيس قضى عمره كله في المؤسسة العسكرية يدرك جيدا خريطة الاستراتيجية والجيو السياسية عملة إزاي فبالتالي ده مهم جدا إنه يكون في منطقة بتحارب منذ فجر التاريخ إنه يكون على رأس هذه الدولة دائما ضابط من القوات المسلحة وده مصر من عشر تلاف سنة هو ده اللي عمل الاستفاف يعني كمان المواطن المصري الحقيقة يعني بقى فيه استفاف سريع جدا يعني الحقيقة استفاف مع القيادة المصرية مع سيد الرئيس الشعب كله الحقيقة يعني في استفاف رائع وطني كبير خليني برضو هنا أقول إنه كم المساعدات اللي بنشوفها اللي موجودة في العريش اللي موجودة في رفح كم المساعدات مجتمع مدني يعني أنت عندك مجتمع مدني واعي التحالف الوطني التنموي اللي هو مبني من المجتمع المدني مساعدات من كافة الجهاد والأجهزة اللي موجودة في مصر فالطريق بقى مفتوح من محافظات مصر إلى العريش وأيضا سور ومعبر رفح القوي اللي مصر بانته استباقا صحيح إحنا تعودنا أن الغرب بيكلمنا على حقوق الإنسان ووسط المجتمع المدني وطير الحقوقي ولكن إذا اتضح أن الكلام ده موجه إلى فئة معينة من بياضك الغرب في الداخل المصري يعني هي حقوق الإرهاب وحقوق العملاء وحقوق الجواسيس ولكن أين الغرب الإنسان من المشهد الإنساني الفضيع الموجود فيه قطاع غزة الآن طب أين مساعدتهم الإنسانية حتى يعني أي شيء بيش بوجود تماما عشان ندرك يا جماعة أن الناس دي عمرها ما بتتكلم لصالح المصريين أو لصالح البلد يوم ما بتطلب منك أي طلب هي بتحاول تفكك المجتمع المصري وخخلطه من الداخل بحقنه بأفكار بعيدة كل البعد عن البيئة المصرية يعني منها برضو نرجع نتكلم أنه هذه البلد منذ عشرة آلاف سنة دائما ما يكون على رأسها رجل عسكري من الجيش لما تيجي أنت تحاول تغير المنظومة دي وتحاول تضحك على نفسك وتبتكر لمصطلح حكم عسكري وهو ليس له أصل في العلوم السياسية صحيح هذا المصطلح ابتكرة على يد المخابرات الأمريكية في الأربعانات لضرب الدول السوفيتية واليغزلافية في حزب لكن هذا المصطلح غير موجود في العلوم السياسية كان دائما يحكم مدني يديني والحاكم اللي بيجي مؤسسة عسكرية يعتبر حاكم مدني طالما بيحكم بالبدلة العسكرية صحيح فنخب بالنا من الاسدواجية اللي احنا شايفينها دلوقتي لا احنا عندنا اسدواجية ونعلم عليها مرة بقى للأبد يعني لأن برضو ايه ما احنا شفنا انت فضل تاني قبل كده وشفنا حرب العراق وشفنا حرب أفغانستان وكل مرة يقيمة بننسى يقيمة بنسامح لفحان الوقت ان يكون انت كمواطن ليك رأي في الكلام ده ان انت بعد كده ما تسمحش بعد كده تبقى واخد بالك وبعد كده ما يجوا بعد كم سنة سنة ولا اتنين ولا حتى عشرة يحاول يبتزوا مصر تاني بملف اذا اقول انسان اعتقد انه يعني هذه الملفات مش هتاكل مع مصر زي ما بيقولوا تاني بعد يعني هذا الانكشاف الواضح جدا للكيل بمكيلين في العالم كله ضيفي الكريم استاذ ايهاب عمر بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي بالاهرام على كل هذه التفاصيل وخليني اقولكم يعني اذا كنا هنختم بهذا المشهد من غزة وليل غزة كل يوم الحقيق ليه الغزة هو قنابل ضوئية وقصف وسواريخ والغريب القصف اللي بيبقى على المستشفيات بحثا عن الاسرة كما يقولون او بحثا عن الانفاق كما يذكرون وكما يذكر هذا الاعلام الكاذب هنفضل معاكم وحنفضل مكملين لكشف الكاذب وحنفضل مكملين سندا ودعما لاهلينا في قطاع غزة وحتفضل مصر عندها كلمة واحدة هي أن تبقى فلسطين حرة بدولة قائمة الوجود دايما هنكمل معاكم أكيد غدا في التاسعة مع الزميلة هديرة أبو زيد أما أنا ألقاكم الأسبوع المقبل يا رب يكون في خير شكرا لحضركم